بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء الطلاب إن شاء الله نبتلي مع بعض الجزء الثاني من الفصل الرابع لمقرر النظم بالمعالج قد دقيق في الجزء ده جماعة إن شاء الله هنتكلم عن بعض أوامر الساب روتينز إحنا قلنا إن الساب روتين برنامج فرعي ويعني إيه برنامج فرعي؟ معناها إن لو في برنامج رئيسي بتنفذ معي يتم استدعاء بعض الأكواد الفرعية اللي بتكون برنامج اسمه الساب روتين ساب روتين معايا؟ يتم تنفيذ هذا البرنامج اللي هو البرنامج الفرعي ثم يتم إيه؟ الرجوع مرة أخرى للبرنامج الرئيسي عشان يكمل المهمة بتاعته طيب ده معناها إيه؟ ساب روتين وإحنا قلنا في بعض الأوامر الخاصة به زي GSR و GSRR و RET يعني إيه يا جماعة؟ يعني إيه GSR؟ GSR معناها jump to subroutine at offset from BC يعني إيه؟ يعني إنت هتروح للساب روتين أمر GSR هتروح للساب روتين معايا؟ ولكن منين؟ من البي سي من قيمة البي سي بي سي له البروغرام كاونتر معايا؟ يعني وأنت واقف عند البي سي هنا بتروح لمين؟ تستدعي تستدعي الساب روتين طيب علشان أتحرك من عند البي سي ده يا جماعة وأروح للساب روتين دوت مش لازم أخزن كومتة في وقت لاحق مش كده عشان أرجع عليها تاني إذا إنت في الحالة دي بتخزن كومتة البي سي في رجستر اسمه R7 بحيث أنك إنت إيه لما تذهب للساب روتين عشان إيه يتنفذ وإنت راجع لمين للبرنامج الرأسي التاني ترجع عنده النقطة اللي إنت جيت منها معايا؟ فده معناه إن أنا إنت بخزن كومتة مين البي سي فين في الر7 طيب الأمر اللي بعده GSRR ومعناها إيه جامب تو ساب روتين أدرس بس المرة دي من إيه من Rx من رجستر يعني إيه يعني ما باخدش إيه قيمة ذهاب ساب روتين من البي سي لأ باخدها من رجستر وليأكون مثلاً Rx معايا؟ فعشان كده بنسميها إيه GSRRRx ومعناها جامب تو ساب روتين أدرس ومعناها إيه ومعناها إيه فيه ها R7 علشان لما أرجع تاني أبتدي منين من النقطة للبرنامج كان فيها قبل كده معايا؟ طيب أمر RET أو أمر الرجوع return ومعناها إيه ومعناها إرجع تاني للبرنامج الأصلي ايه to instruction after jump to sub routine or therapy إرجع تاني للبرنامج الأصلي بعد ما تنفذ الساب روتين بتاعك أو التراب اللي هو إيه برنامج طلب الخدمة والنظام التشغيل يبقى إحنا كده استعرضنا الأوامر الرئيسية اللي إنت إيه ممكن تشوفها وإنت بتتعامل مع الساب روتين اللي هما GSR GSRR والRET والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة